اشتركوا في القناة و انا اتفرج على اليوتيوب اليوم لقد وجدت فيديو لازيز طريقة استخدام أستيك الفحم او شيء كذلك امبسطت في الاول و بدأت اتفرج عليه وبعدين البنت تتكلم عن أستيك الفحم تتكلم عنها بطريقة الاعلانات بتاعة الحلة الشائية والمقشة الذكية و حاجات يعني الأستيك الفحم بتتمط و جميلة و مسلية زي السلطال زي السلطال مش مجرد جومة هي شيء مسلي شيء مسلي 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 ازاي يعني عملة زي كور التوتر اللي بتضغط عليها فعلا طيب ردا باعتبار الجومة اللذيذة الشائية استيك الفحمة دي حاجة بروفشنال و مش اللعبة و ما ينفعش ان احنا نفضل ندعكها في ادينا لان هي اول حاجة بتبوز عمرها بيقصر بتبوز وبنضطر نرميها في الآخر ما بنمطهش بادينا زي زي اللبانة خالص لان ده بيخلي العرق اللي في ادينا بيلزق فيها وبتبوز يعني وقت بشكل اسرع يعني تعالوا انا بقى اعرفكوا على استيكة الفحم بتيجي شكلها كده بتيجي كزا لون ممكن تلاقوه اكتر من لون كل الالون زي بعض او بتيجي بكاور بلاستيك زي ده انا جبت واحدة بالكابر بلاستيك وبقيت كل ما بتخلص بروح حطة بدلها اللي من غير كابر بلاستيك عشان احفز عليها وطول فعمرها الافتروضي هيا بتيجي في كابر بسلوهين كده ما بطلقاش كلها بقى زي مع ايه الناس العجيبة بتعمل باخد منها حطة اتلاقوها هي عاملة زي البانر بس مبقعدش بقى افرق فيها زي الناس الوحشان اللي بتقولتها ملك زي الحركة دي غلط 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 ما بيحصل لما انا افضل اعجن في الاسيكة الفحم اولا بتلم التراب واي حاجة موجودة في المسام بتاعت الجلد حتى لو احنا مش شايفينها بتلزق فيها حبيبات الرصاص او فحم اللي موجودة على الورقة بتلزقها بدل ما بتمسحها بالبري زي الاسيكة العادية عشان احنا في الاسيكة العادية اللي بتلاقوا الرصاص طالع على هيئة بري كده احنا بدل ما بيحصل كده دقيقة بتمس الرصاص من الورقة وبتمس اي تراب واي حاجة فعشان كده بنقول ما نمطهاش وما نعطش نمسكها كتير نمسح بيها ونسيبها كده استخدام بقى استيكة الفحم في اول حاجة بنعمل استيكة الفحم بنضغط عليها على الشكل اللي احنا عايزين نمسح بيه لو حاجة صغيرة بنمد بوز هاي كده او بنمطها شوية حتة صغيرة وبنمسح حتة صغيرة لو عايزين نمسح حتة كبيرة بنخلي سطح الاستيكة كبيرة دلوقتي لو نيجي نمسح ونعمل بالشكل ده بنخليها تلزق في الورقة وتطلع تاني كأننا بنخبط بالزبط على الورقة ايه اللي بيحصل بقى الرصاص بيطلع في السيكة الفحم نعمل كده علشان يب عندنا سطح نضيف بنرجع نعمل كده تاني بنلاقي طبقة الرصاص اللي على الورقة مش اتنسحت خالص هي خفت لان انا يدول يدول بعمل ايه بلمس الورقة وبطلع تاني اول ما تبتدي تلزق في ايدينا وتبعملها زي اللبانة يعني تكيو ترفع ايديكو كده تلاقوها لزقة في السبعين زي اللبان يبقى كده عايزة تريمي وخلاص من استعمالها اشتين لو نحطناها على الورقة ممكن تسيب اثر وممكن تبغنل لنا الرسم من وظيفتنا او وظيفة الفنان او الحد اللي يعرف اي معلومة عن ادوات الرسم يجي وصلها بالشكل المزبوط لما تخليش الناس تتبوز الادوات وتعرف ازاي تستعملها الاستعمال الصح مش عشان احببكو في الحاجة اروح اقولوكو ان احنا ممكن نلعب بيها ونووضها عادي هنتكلم كتير عن الادوات مطرية تستعملها لو عجبكو الفيديو عايدين تستمروا في انكو تعرفوا اكتر عن استعمال الادوات خوضوا عليها وتنسوش تعملوا لي سبسكرايب على الكونة وشوفكم في الفيديو كاي باي